المحاضر الماضي حكينا عن الانماس inverter with a resistive load اليوم اللي نحكي عن ال noise margins بس قبل ما نبلش ب noise margins بنحك عن ال on resistance المصفت هو الانماس وهي شغالة في عنا on resistance بس يكون عنا الانبوت logical low of VL يكون عنا open switch إذا كان الانبوت طبعا الانبوت تصير VH لانه إذا كان الانبوت logical high VH الانبوت تكون logical low فهذا الR on هو بحدد نوعا ما قيمة لVL فVL equals هو هون بصير عندي voltage divider لVDD ما بين R on و R فهذا بس هو هون إعادة كتابة المعادلة بحيث أنه يكون عنا ريشو بين R و R on و انقسمنا او ضربنا بـ R on على R on المستفق لذينا زي كان نظر بـ R on أعني انقائنا اضربنا بوحيه فواقعياً RON يساوي VDD VDS تقسيم ID التياب اللي بمشيون هذا يساوي 1 over KN times width and length ratio ضرب VDS minus VTN minus VDS over 2 نحن نعرف أن هذه المعادلة هون مضروبة برضو VDS هذه معادلة التيار هون هون مضروبة VDS VDS اللي فوق هون ومع VDS بتروح بظل أنه هذا الجزء لRON فRON أقل بكثير من اللول شوف نبرد اللول على مستوى الكيلوانس RON تكون قيمة قليلة جداً فإذا هذه قيمة قليلة جداً خلينا نشوف من خلال المثال بالنسبة للRON resistance لهذا المثال اللي حلينا بالنسبة للResistive Load فعنا 2.5V logic طلاعنا الRatio للWidth على الLength رatio 2.22 والLoad 28.8K فهم يقول ما هو المثال عن المثال عن المثال عند المثال عند المثال ومنعرف أنه VL يساوي 0.2V فبنا نلاقي المثال عن المثال إنه في حالة إنه هون إنه VL الان المثال هون شغال اوكي اوكي فهذا الRON resistance قيمته راح تعطينا قيمة VL ف الRON resistance RON equals 1 over الهو 100μA per volt squared الهو K and prime times الWidth على Length ratio ضرب VDD الهو أو VGS الهو 2.5V minus 0.6 الهو voltage الهو المثال minus 0.2 divided by 2 الهو VDS بطلع أن 2.5K فهذا هو الRON resistance من القيم الموجودة أنه الطريقة الثانية نلاقيها 0.2 divided by 80 micro amps لازم تعطينا نفس القيمة 2.5K الهو الآن الطريقة الثانية عشان نسوي check نستخدم voltage divider equation ف VL equals VDD with 2.5 times RON الهو 2.5K divided by 2.5K plus 28.8K هذا يساوي 0.2 volts فهنا نعرف أنه هذا voltage divider أو هذا resistance بطلنا الصحيح الصحيح عشان طلعنا VL على output بس بلنا هنا note that RON is much less than R إذا إذا RON صارت تزيد ترتفع رح في VD S أو VL يصير قيمة أعلى يعني أعلى من القيمة الموجودة عنا الآن أعلى 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 فأنا نفس المثال بلنا نشوف قيمة RON التي نحتاجها عشان VL يصوي 0.15 volts أعلى فأنا لاقي RON equals VDS على IB طبعا إذي هو 1.0.15 volts هذي القيمة اللي بلنا إياها الآن تقسيم 80 ميكرا هذا بعطينا 1.875 كيف منحتاج RON 0.875 كيف بل ID مستخدام هذه المعادلة نازم لازم من خلالها نلاقي new width على length ratio بحيث إنه مستخدام طبعا هنا VL الجديد اللي هي 0.15 volts بحيث إنه هذا ال width على length ratio طبعا بدنا نلاحظه هذا resistance أقل من ال RON القديم اللي هو طبعا هنا 2.5K كأنه فهذا أقل فحتى يكون الأقل الآن ال width على length لازم يكون أكبر قيمة أكبر أوكي فمن خلالهم نلاقي ال width على length يساوي 2.98 over 1 أوكي فـ 2.98 ال width صار أكبر صار إنه resistance أقل بصير تيار أكبر يمشي في أو في مجالة electrons أكثر تتحرك في في channel ما بين drain و source لأنه صارت عرض القناة بالأخص أجراء المثال و قليل هاته المثال فرضو هاد المثال حلينا الو 3.3V logic المنقدن لقي من خلال التيار و VDS ف ران equals VDS divided by ID 0.2 divided by 30.3 مكروهوز وطلعنا 6.6 كلاهوز. طبعا الطريقة الثانية من كدر محسبها R تساوي واحد على نستخدم نفس قيم اللي هو التيار بدون VDS المضروب الثاني. فنستخدم كيان. الهدسة و كيان prime times the width at length ratio. ضد VGS minus threshold voltage minus VDS over 2. هان بدنا نحكي عن noise margins أو noise margin analysis. طبعا هون ان ال VTC أو ال characteristic curves للانفرر. زي ما حكينا قبل ال V input low. بكون عند السوق للسالب واحد. وهذا بطينا ال V output high. هذا ك minimum. هذا ك maximum value. ال V input high. هذا ك maximum value. بطينا ك minimum value. بطينا ك maximum value. ال V output low. فال noise margin. NML في عنا two noise margins زي ما شفنا قبل. احنا حكينا عنهم بشكل عام لان نحكي عن ال Inverter with a resistive load. فNML equals VIL minus VOL. اوكي. اللي هي هذه القيمة هون. ناقص هذه القيمة هون. و VOA و NMH ال high. logical high noise margin. لكي أكون للـrica. ال��وه نقص. البيوه. نام. so calculation of LVIL and VOA. كيف هذه القيمة نحسب. الółو الOtycznie voltage ha. equals VDD minus ID times R الهو الVOLTEGE UP على LOAD RESISTANCE الانبوت VI equals VIL هذا يعني هون الانبوت الMINIMUM VALUE للانبوت الOUTPUT بدي يكون LOGIC HIGH الهو راح يكون قيمة VDD ناقص هاذا الانبوت LOW و الOUTPUT هاي فVGS is small and VDS is large في هاي الحال فمدام VDS is large منظل في saturation region لأنه VGS minus V threshold يساوي saturation voltage فمدام VDS كبير كتير و VDS قيمة قليلة منكون في saturation region فID equals KN over 2 times V SAT squared أو VGS minus VTN squared في هاي الحالة VGS equals VI okay substituting this expression for ID in the load line VOUT equals هاي الحالة معادلة فعوضنا هذا وطبعا VGS equals VI هاي بتطلع عنا المعادلة VOUT equals VVD minus KN over 2 times VI minus VTN squared times R okay فالslope هذا عند السالب واحد بدنا نخذ differential اللي هو DVOUT طبعا هون VOUT وهنا VN فالslope هان بد يكون نسبة DVOUT على DVN DVOUT over DVN equals negative KN times VI minus VTN times R okay فهون المتغير هو VI okay VI هون فهنا هذا اشتقينا المعادلة هذي نسبة لVI فهون عنا المتغير الوحيد فهون بتنزل اثنين مضروف في مشتق الول هو واحد okay هذي الاثنين راحت والتربيع برضو راحت okay اه اكي الان هذا setting this derivative equal to negative one for VI equals VIL okay فهنا VI equals VIL okay عند هذي المشتقة راح تساوي سالب واحد فاذا عوضنا هون VIL okay سوينا في سالب واحد ونقلنا كل شي للجهة الثانية منلاقي انه VIL equals VTN plus one over KN times R okay لان هذي اول مطلوب VOH الهو القيم اللي مناس اللي ما هذي الVIL راح تساوي VDD minus one over two KN times R okay بن calculation لVI and VOL نفس الطريقة بس هون منحصوبها VOT equals VDD minus ID times R لان VI equals and VI equals VIH okay VH is large لان هون هل معاك VGS is large and VDS is small فVDS is in the triode or active region الOperation is in the active region فمن استخدم active region or triode region current okay هون ان output Vout هو VDS okay يعني الVoltaj اللي الماص فتو الاماص فمنعوض هذول المعادلتين هون في المعادلة الاولى بطلع ان VDD Vout equals VDD minus Kn times R الهو هذي R times Kn هذي ضرب VGS الهو Vi minus VTN minus الان VDS هي Vout فوانا Vout over 2 times Vout okay فلانا ان المعادلة Vout و Vi هاي اوكي اوكي بتصير عنا differential equation هون اوكي وسهل حل differential equation اوكي اوكي مندخل هذا هذا الجزء ومنخلي Vout مضروب بين هذول الاتنين مننقل هذا للجه الثانية منساويها في الصفر او بعدين مننوخ لهذه المعادلة اوكي فاذا نقلنا كل شي للجه صحيح نصل لهذه المعادلة او طبعا هون بس قسمنا على can or لكل المعادلة فهذا ليش طهرت هون على VDD على can or لان هون ان differential equation او اذا اخذنا dv out على dvi equals negative one و vi equals vih منقدر نحلل هون صلة vih equals vtn minus one over can times r plus الان بطلع عنا هون الconstant one point six three times the square root of vdd على can times r في نفس التعويض نلاقي vol equals the square root of two vdd over three can times r انا بهمناش كثير الاشتقاء هذا كله بس عشان نفهم من وين اجن هذه المعادلات شو الفكرة هون فالآن عنا vih عنا vil عنا voh عنا vol الان نقدر نطلع noise margins عند high level وال low level وال logical high وال logical low الان مص in noise margins nmh نسبة لل high logical high noise margin voh minus vih عنا طلعنا هالي voh طلعنا هنا vih عنا عوضهم في هذه المعادل اللي بطلع عنا nmh equals vdd minus vtn plus 1 over 2kn times r minus 1.63 times the square root of vdd divided by kn times r نسبة لل logical low noise margin طلعنا vil طلعنا vol okay ف nml equals vtn plus 1 over kn r minus and the square root of 2vdd divided by 3kn r okay okay فالآن هون noise margin زي ما احنا شايفين بعتمدوا على threshold voltage بعتمدوا على vdd بعتمدوا على transconductance هذا داخل الwidth على length ratio بعتمدوا على r الهو قيمة الload okay الresistive load okay خلينا نشوف مثال example 7 calculate the noise margins for the following inverter okay ففي ففي هذا الانverter بدنا نلاقي noise margins الى ان kn prime equals 100 micro ams for volt squared vtn equals 0.6 volts طبعا هاذ حلينا نفس المثال احنا بنبال نقيد عليه كل شي اه وان بس توضيح انه vi equals vl اقل من threshold voltage في التيار هون يساوي 0 الoutput هيكون vh 2.5 volts اللي هو قيمة vdd لان هون عنا vh على input الoutput بدي يكون vl طبعا قيمة vl رح تكون 0.2 volts بهمنا نلاقي ر معروفة لامن نلاقي can can equals can prime times width على length which equals to 100 times 2.2 هذا بضينا 222 microns per volt squared k n r 28.8 k times 222 طبعا هون micro رح يطلع عنا 6.39 فان ان k ما يعني هون لازم نحط times 10 to the negative 6 ونحط times 10 to the 3 بس نضرب بالقيم تان مع بعض بضلا ان can r هون بالام بالام per volt squared okay فالآن vil equals 0.6 طبعا هذا بالvolts زائد 1 over k times r فهون ان k هون بس ناقص لل volt squared فاخذين رس اكتب هون فهون عنا تقسيم volt squared فهون هون هون 222 micro ام هون هون 28.8 kilooh ضربنا هم باغ رحيط لان 6. ك زي ما شفنا في الحل الصايد القبل هين لان هذا amps times ohms is gonna be volts فبروح مع volts squared بيضال عندي 1 على volt هون بين قلب لفوق فواحد تقسيم مضروب هذون هكون بالvoltage بطلع عنا 0.756 volts 2.5 كمان هون 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 هذي نفس الاشي نفس الكلام هون المفروض يكون عنا تقسيم volts squared اوكي عشان هون يطلع الونت صحيحة بالvoltage و لخير او VOH equals 2.42 volts و هون volts خلين 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 من مرة volts and Vih و 0.6 minus 1 over 222 micro ahms times 28.8 kohms plus 1.63 times 2.5 volts divided divided by 222 micro amps هات طبعا هون per volt squared هون نفس شيء per volt squared times 28.8 kohms ايه بس اكتبوا نكون لهم عشان ما حدا يخربط في النوتس او وانتو اذا راجعتوا المادة اوكي فهون واضح انه راح يكون هذه القيمة 2.5 volts اوكي هون راح يكون عندي volt هون راح يكون عندي volt راح يضل منها volt هذا التربية راح يروح مع الامب مع الامب مع الامب بضال عندي volt هذي الفولت تطلع لفوق بصير هون عندي volt تربية فتحت الجدر بضل عندي هون volt مضروب في هذا constant ما له unit اوكي فبالاخير بطلعنا vih equals 1.46 volts اه وهون نفس الكلام vol هون انه volt squared اوكي فا volt التربية بتروح مع الامب ضرب الامب اوكي بضلعنا هون وهون عنا volt بصير انه هون تفوق volt تربية وها بتحت الجدر بضلعنا volt فا vol equals 0.51 volts اوكي الهاي noise margins راح يكون انه 2.4 volts minus 1.46 volts بضلعنا 0.96 volts و الهاي noise margins راح يكون 0.756 minus 0.51 volts which equals to 0.25 volts اوكي الان هون انه مثال ثاني we calculate the noise margins for the following inverter with KN prime equals 60 microamps per volt squared and Btn equals 0.75 volts طبعا هذا زي ما حكينا نفس المثال حلينا كل القيم الان موجودة انه هون قن equals 60 times the width at a length ratio which equals to 61.8 microamps per volt squared times 10 to the negative 6 times 102 times 10 to the 3 amps per volt squared times ohms per volt VAL equals 0.75 plus 1 over 6.30 هون طبعا بالvolt هون per volt فالقيم الناتج ها لا راح يكون volt هلا يساوي 0.91 volts and VOH equals VDD into 3.3 minus 1 over 2 times 6.3 that's about 3.22 volts and VIH equals 0.75 and it will be 10 minus 1 over 6.3 plus 1.63 times the square root of 3.3 divided by 6.3 and the valetina 1.77 volts and VOL equals the square root of 2 times 3.3 divided by 3 times 6.3 and the valetina 0.59 volts and logical high noise margins start with 3.22 minus 1.77 and the valetina 1.45 volts with logical low noise margins 0.9 and minus 0.59 which equals to 0.32 volts نحكي عن load resistance problem يعني ليش كان مشكلة ان نخلي load resistor value أو للحول هو لايش من يحول ع الطرق ثانية اللي راح نحكي عنهم من الأسبوع الجاي فنوقف هون ومنبلش بالسبوع الثاني لنفهم الموضوع اللي بنا نحكي عنهم بعدي كافة شكرا